اشتركوا في القناة الحميس هو اليوم صفر وهو اليوم الذي يتواجد فيه الطائرات في مرابطها في المطارات الناطق باسم الوفد الحكومي اليمني يؤكد أن الطائرات في مرابطها استعدادا لتبادل الأسر غدان اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الى هذه الساعة الاخبارية من الحدث افاد مراسل العربية والحدث بدخول اثنتين وخمسين عرب تابعة لقوات الدعم السريع الى منطقة مروي شمال العاصمة السودانية الخرطوم وتأتي التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مروي الولاية الشمالية فيما اكد الجيش السوداني ان حشد قوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق اخرى في البلاد جاء دون موافقة او تنسيق مع قيادة القوات المسلحة اعلنت حركات سودانية مسلحة بينها الحركة الشعبية جناح مالك عقار وحركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان اعلنوا عن وجود تجاوب للمساعي الحميدة بين قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الازمة الامنية التي تهدد الامن في البلاد ويأتي الاعلان بعد تصاعد حدة التوترات ورفض قوات الدعم السريع الانسحاب من مدينة مروي في الولاية الشمالية هذا وافدت مراسلة الحدث في السودان بان مجلس الامن والدفاع السوداني ليعقد اجتماعا اليوم على خلفية احداث مروي في شمال الخرطوم كما ان اللجنة الرباعية ستعقد اجتماعين منفصلين للتهدئة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو من الخرطوم ينضم الينا مراسل الحدث نزار البغداوي اهلا ومرحبا بك نزار هل تطلعنا على اخر التطورات والتفاصيل سواء من حيث ما يجري على الارض او من خلال ما يتم الحديث عنه من لقاء وحوار بين الجانبين المتوترة التفاصيل المتوترة فيما بينهما نعم يعني مرت ساعات كثيرة على ما حدث هناك في الولاية الشمالية في منطقة مروي ومرت ايضا ساعات على بيان الجيش السوداني الذي ازال اللبس حول ما يدور في تلك المنطقة من شمال السودان واكد بان ما تم من قبل قوات الدعم السريع جاء من دون اي تنسيق واي ترتيب بينها وبين الوحدات والقيادة هنا في العاصمة السودانية الخرطوم حتى اللحظة التي نتحدث فيها ما زالت قوات الدعم السريع داخل محيط منطقة مروي ولم تنسحب كما امر الجيش السوداني قادت وقوات الدعم السريع بالانسحاب من تلك المنطقة عليه ازال هذا الموقف وفي مقابلة هذا الموقف الان انخرطت القوى السياسية على رصها حزب الامة القومي الذي بدأ الان في توزيع رقاعة دعوة لمجموعة من القوى السياسية سواء كان داخل اتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي او الكتلة الديمقراطية او اي تنظيمات اخرى من اهمية على اهمية ان يجتمع الكل لمناقشة هذه القضية الحساسة وقضية الامن وقضية الخلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني ايضا بين ثنايا التفاعل السياسي هناك اجتماع الرباعية الدولية ايضا لمناقشة هذه القضية نتوقع ان تصدر بيانات ولو كانت مقتضبة تبين وتوضح مآلات هذه الاجتماعات وإلى اين تمضي وإلى اين تسير وما هي الخطوة المقبلة سواء كان من قبل الجيش السوداني او من قبل قوات الدعم السريع لنزع فتيلة الازمة الراهنة التي يعتبر مسرح عمليات هذه الاحداث هو منطقة مروي بالولاية الشمالية طيب اذا كانت الحركات السودانية المسلحة اعلنت عن ان هناك نوع ربما من بوادر او اعلانات ربما مواقف تشهي بعودة الامور الى تهدئة اكثر اذا صح التعبير هل هذا الكلام ينافي ما تحدثت عنه الآن بان الدعم السريع ما زال متمسكا ومركزا بالمناطق التي وجد فيها ولم يستجب لي مطالب القوات المسلحة يعني هذه الجزئية طرحت كتحليل يعني ما الذي تريده قوات الدعم السريع عندما تصر على البقاء في تلك المنطقة التي طالبت القوات المسلحة السودانية قادت وقوات الدعم السريع بالانسحاب منها منهم من يتحدث بان الدعم السريع الآن يحاول ان يطرح موقفا تفاوضيا يتعلق بوضعيته في العملية السياسية خاصة ونحن نتحدث عن قضية دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة السودانية في مقابل أيضا هذا الموقف الذي يصفه البعض بالمتعنت من قبل قوات الدعم السريع هناك ينشط قادة الحركات المسلحة حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية الشمال وحركة جيش تحرير السودان في نزع فتين هذه الأزمة كل هذه الجهود هي جهود تحاول أن تسهل وتحاول أن تلطف الأجواء وتحاول أن تخلق أرضية مواتية لبدء حوار سوداني يعيد المشهد السوداني إلى طبيعته بعيدا عن هذه الأجواء المشحونة بعد احتدام الخلاف بين الجيش وبين قوات الدعم السريع نعم من الخرطوم كنت معنا مراسل الحدث نزار البقداوي شكرا جزيلا لك فلنطلح الغري ثلاثة ثلاثة عبر الغري ثلاثة هو منحرك على مرأي وكريم نعم من الخرط نعم منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز أهلا ومرحبا بك سيد أشرف هل ما يحدث اليوم يشير إلى أن هذا الخلاف الذي تم الحديث عنه قبل أيام كان وقبل أسابيع مشاكل فنية بات أوضحا كخلاف ربما ذو منشأ أكثر تعمقا من الخلافات الفنية بالتأكيد يعني كل نقاط الخلاف زهرت وطفت إلى السطح وكأن وجود قوات الدعم السريع في مروي الآن هي كانت بمسابة الخشة التي غسمت صهر البعير فمن الواضح جدا أن هناك الترسبات وأن هناك خلاف متجزر بين قوات الدعم السريع والجيش والآن هي أصبحت خلافات ماسلة إلى السطح بعد البيان الأخير للجيش الذي دق فيه نقوص الخطر ولكن تظل هذه الخلافات هي خلافات في مقامها الأول متعلقة بالجانب العسكري وكذلك أيضا لديها ظلال سياسية متعلقة بالعملية السياسية السودانية التي تجري الآن يعني أنت تشير إلى أن هذا التصعيد والتوتر الذي أخذ مسارا تصعيديا بين الأطراف العسكرية ذو خلفية سياسية أو بسبب عدم التوافق السياسي بما يخص الاتفاق الإطاري هل هذا ما عانيته؟ بالتأكيد لأن في بداية الأمر كان كما هو معلن أن هناك اتفاقا تم بين كل هذه الأطراف وأن قوات الدعم السريع قالت أن الاتفاق كان واضحا فيما يتعلق بوضعيتها في المستقبل ولكن بعد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ربما أصبحت الأمور ليست كما تشتهي غيادة الدعم السريع وبنسمى بدأت نغاة الخلاف تكون واضحة وعلنية خاصة أن الجيش في الآون الأخيرة بدأ يتحدث بشكل واضح أنه مع التوافق ومع الاستمرار في العملية ولكن في الوقت نفسه هو يصر على موقفه بشأن الإصلاح الأمني والعسكري بأن تتم عملية دمج الغواد بعجل ما تيسر وهذه هي النقطة التي يتحفظ عليها الدعم السريع وبالتالي ربما أراد الدعم السريع من هذه التحركات الجديدة أن تكون له كسوب تفاوضية ليس كما كان من قبل وأن يعيد الأمور كما كانت في أول الأمر لأن هناك ورقة سرية كما تحدث عنها قائد غواة الدعم السريع من قبل قال إنها كانت ورقة تفاوضية وتم التوقيع عليها من غبل قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي ومن غبل الجيش ومن غبله وهذه الورقة أشارت بوضوح بأن الدعم السريع كان من المفترض أن يتبع إلى رئيس مجلس الوزراء وأن سنوات الدمج كانت من المفترض أن تكون بحسب ما يتفق عليه الطرفين ولكن بالتأكيد ليست سنة أو سنتان طيب قوات الدعم السريع عندما اختارت هذه المنطقة بالتحديد مروي في الشمال بسودان لماذا اختارت هذه المنطقة تحديدا ومن الرسالة التي أرادت إيصالها بدقة من حيث اختيار هذا المكان وفي هذا التوقيت هي منطقة استراتيجية من حيث جانب العسكري المداني بالتأكيد منطقة مطار مروي هي ممكن أن تنطلق منها كثير من الطائرات التي يمكن أن تحسم المعركة لصالح القوات المسلحة وإذا كان هناك تحسبات لوقوع معركة فبالتأكيد أي طرف من الأطراف يحاول أن يعزز وجوده العسكري بالقرب من المنطقة التي يمكن أن تكون حاسمة فيما يتعلق باستراتيجية المعركة وبالتالي الدعم السريع يريد أن يكون أيضا غريبا من كل المناطق التي يمكن أن يتحرك منها الجيش السوداني إذا وقعت هذه الحرب ولكن نأمل أن لا تقع باعتبار أنها يمكن أن تؤثر على وجود السودان كوطن بالتأكيد لأنها ستنشب تدعيات حرب أهلية كبيرة لا يستطيع أحد أن يحمل عقبها مآلات هذا التصعيد باتت واضحة للجميع بأنها ستذهب البلاد إلى ربما منحدر صعب الخروج منه لذلك نجد اليوم جهود كثيرة تصب في خانة إعادة الأمور إلى طبيعتها وإلى مسارها هل ستنجح الرباعية في هذه المحاولات وربما أيضا الأطراف السياسية السودانية الأخرى هل سيكون لهذا التدخل وقعا في تهدئة الأوضاع بالرغم من هذا الظلام الحالك وبالرغم من هذه المواجهات الثقيلة يعني من العيارة الثقيل واضح جدا أن هلالك ومضة مشعة في هذا الظلام وسط هذا الظلام الحالك بالتأكيد خاصة أيضا ظهرت بشكل واضح في بيان الجيش الذي ضق فيه ناقوس الخطر والذي كان بمسابة البيان الأكثر تصعيدا فالجيش نفسه غالى في هذا البيان أنه يخشى أن تندلح حرب تغضي على الأخضر واليابس كما أشار فبالتالي هو مدرك لمآلات هذه الحرب وتدعياتها إذا وصلت محصلتها النهائية إلى إطلاق تلقى يمكن أن تؤدي إلى مواجهات محتملة بين الجيش وبين الدعم السريع هذا ما يعجز فرص الوساطات التي بدأت تنشط خلال هذه الأيام لوأد هذا الصراع خاصة المسألة المتعلقة بالوساطة التي تقودها القوى السياسية ممثلة في حزب الأمة الذي يعتبر من أقوى الأحزاب في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لأنه يمكن يلعب دورا كبيرا في تغريب الشقة بين هذه الأطراف باعتبار أن القوى الحرية والتغيير هي موقعة على الاتفاق الإطاري كذلك أيضا الوساطة الربعية يمكن أن يكون لها دور خاصة وأن كل الأطراف المعنية باستراع لديها علاقات قوية مع هذه الدول التي طيشت في إطار هذه الوساطة الربعية إذا ما استمرت هذه الحالة التصعيدية ما بين الطرفين العسكريين في السودان هل من المتوقع أن تعود البلاد إلى نقطة ما قبل الاتفاق الإطاري هي يمكن أن تعود إلى نقطة ما قبل الاتفاق الإطاري لكن لن تكون هناك بلادا على الأساس حتى تجرى فيها عملية سياسية لأن المعركة ستكون طويلة الأمد لأن المعركة ستكون بين مجتمع تمزق في أوصاله بين أطراف متعددة وبالتالي هذا يعني أن المجتمع نفسه سيكون جزء من هذه الأزمة وبالتالي ستنشف حرب أهلية طويلة المدى وستؤثر على كل السودانيين خاصة وأن الوضع الاقتصادي في السودان ما عاد يحتمل أي نشوب أي حرب أو أي إشكالات جديدة يمكن أن تنتج نتيجة صراع مسلح وبالتالي من الصعب بما كان الحديث عن أي عملية سياسية في ظل ويوجة حرب إذن تلعد نعم كنت معنا من الحرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل أعمال عنف إثر تظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا دعت حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية ترخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات العام ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى غايتها افتعال الأزمات هل نتحدث عن شكل مختلف بهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضل له اتحاد الشغل؟ هذا من الناس من قاعدة الدمرة للدولة للسياة والخوانة والعملاء لديهم مشبكة في كيف أكثر من تحرك احتجاجي أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبو للأسف يعني الاتحاد يكون محضر حاضر عن دوره يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان احتقان دون قدرة على الحسم نزلنا هنا الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل وكم يتساقط علينا وما عرفنا حين إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب للسماء تفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثونا عن المجهور أهلا بكم من جديد قال الناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرة إن اليوم الخميس هو اليوم الذي تتواجد فيه الطائرات في مرابطها في المطارات متحدثا عن أن ملف الأسرة مهم بالتقدم تجاه عمليات السلام مع الحوثي الخميس هو اليوم صفر وهو اليوم الذي يتواجد فيه الطائرات في مرابطها في المطارات ويكون اليوم الأول هو يوم أول يوم من عملية التبادل صباح الجمعة بعد ذلك يكون العملية التبادل قد انطلقت بشكلها الرسمي ونحن أيضا وافقنا من جهتنا لأنه الأملية ليست عملية تعجيلة كما أعلنت الصليب الأحمر في السابق أن هناك تمديد في السابق العملية كان المفروض أن تقري في يوم عشرة أن يكون يوم عشرة هو يوم صفر ثم بعد ذلك تأجلت إلى ثلاثة أيام كما أعلننا سابقا وهذه الثلاثة الأيام في المدة يعني يوم 13 هو يوم صفر يوم 14 هو يوم عملية التبادل وهذه الأملية تمضي كما هي الترتيبات هناك تفاؤل كبير وحرص من قبل الوفد الحكومي على نجاح هذه الأملية بأي شكل كان وهناك متابعة واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة طبعاً في خامة رئيس المجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي وأضاء المجلس وأيضاً رئيس الحكومة هذا الملف الإنساني ملف مهم جداً وهو أحد أهم الملفات وأبرزها في خطوات بناء الثقة والنجاح فيه لا رجأ فيه لأنه لا يبد أن ينجح الملف بأي شكل كان أنه يؤتبر ضرورة في وضعنا الحالي حتى أنه يساعد على بقية الملفات الأخرى التي تساعد في التقدم في عملية السلام وهناك جهود حقيقة منذ المشاورات تقدمها التحالف العربي في إنجاح هذا الملف الإنساني فتقريب وجهات النظر في أثناء جولة التفاوض وهو ما نتج أنه الاتفاق أو التوقيع على هذه التفاصيل الخاصة بعملية التبادل وبموجب الاتفاق سيفرج الحوثيون عن 181 أسيراً بينهم سعوديون وسودانيون مقابل 706 معتقلين لهم لدى الحكومة اليمنية التي أكدت أن هذه العملية ستتبع بعمليات أخرى قريباً حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود الدولية والإقليمية لأحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب تحاول السلطات الفرنسية وقف أعمال العنف من المحتجين بظل احتجاجات متصاعدة الحدة اعتراضاً على قانون رفع سن التقاعد ٤ انتظارات الكتابات ٤ انتظارات الكتابات ـ وصدرات الكتابات ٢ وصدرات الكتابات ٢ انتظارات الكتابات ٢ هذا وأحرق متظاهرون من اتحاد السكك الحديدية في فرنسا قواعد خشبية بالقرب من أحد محطات القطار في فريس وذلك احتجاجا على سن رفع قانون سن رفع سن التقاعد في البلاد من باريس ينضم إلينا مراسل الحدث فادي الدهوك أهلا ومرحبا بك فادي فادي هل تطلعنا على ما يجري الآن على الأرض كيف هي طبيعة التظاهرات وما حدتها أهلا رشا هناك جزء كبير من المتظاهرين وصلوا إلى هذه النقطة ساحة البستي حيث أقف الآن وهي نقطة التظاهر الأخيرة في المسار الذي حدد لهذه التظاهرة إن كنتم تتمكنون من رؤية المشهد على يساري هناك موكب ضخم جدا ما يازال يصل إلى هذه المنطقة لكن أيضا هناك اشتباكات تدور في عدد من الشوارع بسبب قيام الشرطة الفرنسية بمحاولة إعاقة أو تقسيم الموكب إلى مواكب ليسهل السيطرة عليها ولكي يجلبوا الاشتباكات وعمليات التخريب طبعا كان هناك مواجهات وأطلاق للغاز المسي للدموع حتى هنا في هذه الساحة حيث كنا نقف قبل دقائق من الآن لكن الأمور تعود إلى الهدوء شيئا فشيئا والمتظاهرون يصلون إلى هذه الساحة كما ترون هذا موكب ضخم جدا يتقدم التظاهرة ويصل إلى نقطتها النهائية في ساحة البستيرشة نعم ما هي طبيعة المتظاهرين؟ يعني من نظمها؟ هل هي تشمل قطاعات عدة شراء حدة؟ أم أنها تشتمل على طبقة دون أخرى أو شريحة دون أخرى؟ التظاهرات تشمل جميع الفئات العمرية وأيضا بالإضافة إلى النقبات هناك أشخاص يشاركون في هذه التظاهرة وهم لا ينتمون لا إلى أحزاب يسارية معارضة لهذا القانون قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ولا إلى النقبات كذلك هناك عدد كبير من هؤلاء يشاركون في هذه التظاهرة وهنا النقطة الأصعب ربما على الحكومة أنها إذا كان بإمكانها أن تتفاوض مع النقبات إلا أن المسألة مع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى النقبات ولا إلى الأحزاب السياسية هذه المسألة صعبة جدا بالنسبة للحكومة لكي تتفاوض معهم أيضا هناك شريحة مهمة جدا من الطلاب والشبان الذين يشاركون في هذه التظاهرة ونسبتهم كبيرة جدا نراهم في هذه التظاهرة وفي كل التظاهرات التي كانت تخرج سابقا طبعا التظاهرة اليوم والأضراب تأتي في السياق أو قبل يوم واحد فقط من أعلان المجلس الدستوري عن قراره بشأن دستورية رفع سن التقاعد إلى 64 عاما هناك ترقب كبير جدا لهذا القرار الذي سيصدر يوم غد وأيضا سيكون بعد هذا القرار تبعات كبيرة جدا إذا ما أقر هذا القانون أي سوف تنقف النقابات وأيضا الأحزاب بالحشد أكبر في الشارع وسيكون موافقة المجلس الدستوري على هذا القرار سيكون دفعة قوية لزيادة زخم المظاهرات وإعطاء دفعة جديدة للمتظاهرين المعارضين لهذا القرار هل اشتدت الآن حدة التظاهرات أو المواجهة من قبل الشرطة مع المحتجين أم أن هذا هو الإيقاع لهذه التظاهرات اليوم هذا هو الإيقاع للتظاهرات اليوم الاشتباكات أو هناك حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين هناك ما ترون الأشخاص الذين يسيرون باتجاه هؤلاء يهربون من الغاز المسيل للدموع لأن الشرطة تقوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة كما ترون هم يحاولون أن يخبئ وجوههم لكي يتمكنوا من التنفس لأن رائحة الغاز قوية جدا وأيضا مضطر لوضع القناع نعم لكي أتمكن من إكمال هذه المداخلة الشرطة هناك كما ترون نعم وصلت إلى هذه المنطقة وهذا الأطفائيين هؤلاء أيضا يحتجون ويطلقون هذه الصافرة الخاصة برجال الأطفاء نعم احتجاجا على رفاص للتقاعد أو مشروع رفاص للتقاعد إلى 64 عاما كما ترون وهؤلاء بالمناسبة يلقون ترحيبا كبيرا من المتظاهرين عندما تمر سيارة للأطفاء المتظاهرون يقومون بإطلاق الهتفات المؤيدة لها في مقارل أنهم يقومون بإطلاق الصيحات الاستهجانية عندما يمرون بجانب قوات الشرطة التي تتواجد بكثافة في معظم الشوارع اليوم وأيضا الموكب أيضا صار في محيط متحف اللوهربا كذلك في محيط المجلس الدستوري كان هناك حشد أمني استثنائي جدا إذا كانت عناصر الشرطة كانوا يحاوطون هذه المنطقة تحسبا لحدوث مواجهات ولحمايتها أيضا نعم فادي كان هناك حديث عن متظاهرين من اتحاد السكاك الحديدية أشعلوا النيران بالقرب من أحد محطات القطار هل شهدت قطاعات أخرى هكذا نوع من الاحتجاجات من قبل موظفيها؟ نعم هناك قطاع الطاقة بالإضافة إلى السكاك الحديدية كما ذكرت هناك قطاع الطاقة وأيضا نحن نراهم في هذه الساحة ويشاركون في هذه التظاهر اليوم التظاهر الفاريسية أيضا هناك فرق طبية كبيرة منتشرة كما ترون على سبيل المثال هناك هؤلاء يقدمون المساعدة للمتظاهرين الذين يقدمون بحاجة جراء تنشاق الدموع نعم هؤلاء منتشيرين بكثافة في معظم الشوارع لمساعدة المتظاهرين أيضا المواكب تأتي من كل الاتجاهات التي تؤدي إلى هذه الساحة جدا في قلب العاصمة فاريس وما تزال أيضا هناك حشد أمني كثيف جدا من عناصر الشرطة كما ترون هنا في طعم المشهد فهذه الأعداد الشرطة اليوم والتجهيزات التي قامت السلطات الحكومية باتخاذها أكثر من المرات السابقة كون القرار يكون يوم غد؟ الحشد الأمني هو ذاته الذي يحرص وزير الداخلية على التصريح به أو على الأقل هذا ما يقوله لوسائل الإعلام وما تنشره قيادة شرطة فاريس هناك 11500 شرطي منتشرين في الشوارع في العاصمة وحدها هناك 4200 من عناصر الشرطة لتأمين المناطق المهمة خصوصا المراكز الحكومية بالإضافة إلى تأمين موكب التظاهر الضخمة اليوم هناك انتشار أمني كثيف جدا في معظم الشوارع والمداخل على طول خط سير التظاهرة لمحاولة تأمين هذه المواكب من قبل الشرطة لكي يتم تجنب حدوث مواجهات لكن على العموم كان هناك مواجهات وحصلت حالات اعتقال حتى الآن بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية هناك 15 اعتقالا حتى الساعة إلى الآن نعم طيب فادي أنت ذكرت في بداية حديثك بأنه هذه هي ربما المكان الأخير أو النقطة الأخيرة لهذه التظاهرة هل من بعدها سيتم إعلان إنهائها لهذا اليوم؟ هل هناك حديث عن تظاهرات يوم غد أو التخطيط لهكذا نوع من الحراك الشعبي؟ هناك شقين من المتظاهرين المتظاهرون الذين يتبعون للنقبات أو يقومون بتلبية دعوة النقبات والأحزاب اليسارية المعارضة هؤلاء هم متواجدون اليوم وهؤلاء ينتظرون قرارات تصدر عن النقبات هناك إجتماع سيكون بعد هذه التظاهرة اليوم مساء للإعلان عن التحركات المقبلة ولكن أيضا هناك التحركات التي تخص الطلاب وسريحة الشباب هؤلاء لا يلتزمون بقرارات النقبات والأحزاب اليسارية هؤلاء يقومون بتنظيم تظاهراتهم من تلقاء أنفسهم من دون التنسيق نعم على ما يبدو بأن هناك سوح في الاتصال نعم شكرا لك من باريس كنت معنا مراسل الحدث فادي دهوك شكرا لك فادي في شأن آخر أكد مراسل الحدث في بنغازي أن الفريق محمد الحدد رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس سيصل إلى بنغازي اليوم للقاء الفريق عبد الرزاق النظوري رئيس الأركان المكلف من مجلس النواب وسيبحث الاجتماع عصر اليوم في بنغازي سيبحث استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية واستكمال المسار العسكري واجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 الأسبوع الماضي في بنغازي وهي التي تضم قادة أمنيين من غرب البلاد وشرقها وأكدت استعدادها لتقديم الدعم لتأمين الانتخابات المرتقبة من بنغازي ينضم إلينا على ما يبدو معنا لهذا الملف محمد العمامي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية أهلا ومرحبا بك سيد محمد بداية ما هي أهمية هذا اللقاء بين الأطراف العسكرية بالنسبة للأهداف المرجوة من هذا اللقاء وأيضا لهذا التوقيت مساء الخير يا سيدتي لك والأستاذ المشاهدين والمتابعين يا سيدتي هذا اللقاء نعول عليه كثيرا لأنني من الذين يرون أنه لن تقوم دولة واحدة موحدة آمنة تؤتمن على مواطنيها وتحافظ عليهم إلا بقيام جيش موحدة تحت سلطة واحدة هذه السلطة ينبغي أن تكون متوافق عليها من أقليم ليبيا كافة أن هذا الاجتماع نجاحه هو بالتأكيد نجاح قيام الدولة إن لم يتحقق ذلك للأسف الشديد سوف يستمر هذا المسلسل المرعب ما بين الشقاء ما بين الإخوة ما بين المناطق ما بين البوليات ما بين الفئات المنقسمة كل يرى الحل يكمن في اتجاه المعين وفي فكر المعين لقيام دولة ديمقراطية في كل مكان في الدنيا ينبغي أن يكون هناك جيش ولنا عبرة في الثورات السابقة كلها بدءا من الثورة الفرنسية إلى الإنجليزية إلى البلشفية كلها لم تنتهي تماما ولم تقوم دولة سيد محمد العمامي أعتذر شكرا على المتابعة نلتقى على الأساس الساعة إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر